أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعين سعادة الدكتور خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي رئيسا لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية